عشان بس ماتش الاهل النهارده انتهى وطبعا انتهى بالتعادل السلبي 0-0 بفكر حضراتكم من مبارات تانية ان شاء الله هكون يوم 26 ابريل ساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة ان شاء الله الحضور الجامعية هيكون كبير ان شاء الله 50 الف متفارج انا متأكد متأكد يعني التشجيع هيبقى يعني نار نار لان بطولة مهمة وبطولة الدوري ابطال مهمة جدا لان دي الاهل الحقيقة والجمهور اللي دايما يعني بيسعد بيا خلاص تتعاود عليها وتعاود انه يبقى متواجد في المباراة النهائية وصعب جدا متلاقيش النادي الاهلي بيوصل له المنطقة دي ويخرج من مسلا مدور قبل النهائي او مدور النهائي من غير ما ياخده البطولة ففرصة الوصول للمباراة نهيه خلاص في ادينا والوصول للمباراة نهيه ولعبها والحصول على البطولة دي طبعا ان شاء الله قصة تانية هنجهز لها اكيد طبعا بالنسبة لفريق النادي الاهلي لهذا، لهذا النهائي ان شاء الله في حالة وصلنا بأمر لي. طيب نتطمن على كوكا ونتطمن على اكرم توفيق كوكا الحقيقة امكن يعني من اللعيبة النهاردة عامره موجود كبير هو اكرم توفيق. تشكيلة النهاردة اتعدلت شوية. يعني الكل اللي بيطابع النادي الاهلي فيه الماتشاط اللي فاتت فيه المباراة الزمالك مثلا قال لك لا التشكيلة مش تمام. مش دي التشكيلة ممكن تكسب النادي الاهلي. النهاردة التشكيلة اتعدلت شوية بوجود كوكا وعمل السلاوي واكرم توفيق في نص الملعب قفل الدنيا وزبط الدنيا في نص الملعب شوية وان كان طبعا عملية الاستحواز كانت للفريق الاخر ده ما همكش عشان كده بقولك لو كان هدف جيه في الظل السلاسي اللي موجود في نص الملعب وظل السلاسي اللي موجود قدام كنت تقدر تجيب هدف واثنين وثلاثة فقط كان بس هدف يجي في المباراة طيب كوكا اكرم توفيق يمكن تعرض لكدمة في الوجه وجرح بسيط ان شاء الله كده بسيطة بامر الله دي بتبقى طبيعي لأي لعيب لان الاشتراكات هي كرة القدم كده اشتراكات قوية واكرم انتو عارفينه طبعا نوعية لعيب الرجالة اللي بتخش بقلب ما بهماش حاجة لكن ان شاء الله بخير اما كوكا الحقيقة فكدمة فيه الرجبة بامر الله برضه امور بسيطة بالنسبة لكوكا ويكون موجود في المباراة القدمة طيب بنتيجة النهاردة كولر حقيقة تعارفين طبعا الارقام هي لغة حلوة الحقيقة بيسعد بيها كل واحد مثلا بيعمل شغل الحقيقة جزء احد المدربين والمدربين الفنين التاريخيين بالنسبة ليه النادي الاهلي كان عنده ارقام في دور ابطال انه هو مثلا قعد فترة وعدة مباراة في دور ابطال ما بيتغلبش مع النادي الاهلي كولر عادل هذا الرقم النهاردة بهذه النتيجة وعدم الهزيمة من مازمبي نتكلم ان قدر كولر نهوية او جزء وصل لتسعتاشر مباراة مع الاهلي بدون هزيم كولر النهاردة برضو وصل لنفس الرقم مع النادي الاهلي وان كان طبعا كولر حقق تلتاشر فوز وستة تعدلات جزء حقق اتناشر فوز وسبع تعدلات فبالتالي برضو ده رقم يعني جايد بالنسبة ليه كولر ولسه طبعا كولر عنده الفرصة كمان ان هو يعني يكسر رقم جزء وفي نفس الوقت طبعا عندنا نادي زي نادي الترجي قاعد عشرين مباراة ما يتغلبش فيه دوري الابطال قادر برضو كولر من خلال اللقاءين اللي جايين كمان يقدر يكسر هذا الرقم بعمر الله ان شاء الله بالنسبة للنادي الاهلي وده طبعا لو عملها يبقى النادي الاهلي اخد البطولة بس عشان يبقى متفقين لو قدر ان هو يكسر رقم الترجي يبقى كده النادي الاهلي اخد بطولة افرق لكن ان شاء الله ده اللي احنا نتمنىه في المباراة القدم طيب خبر حل بالنسبة ليه النادي الاهلي وليحراسة مرمى النادي الاهلي ان الشناوي خلاص يعني هو والجهاز الطبي يعني بيقوله ليه الجهاز الفني واللي قدرت النادي احنا جاهزين اقدر اشترك من المباراة القدم مكسب اه مكسب بالرغم ان انتوا شايفين اهو شو بير ما شاء الله ما شاء الله فحالة يعني عالية جدا يعني من المباراة المباراة ليه تقلق في ظل بقى وجود الشناوي الامور هتبقى منافسة قوية جدا مين هيلعب مين مش هيلعب دي بقى حالة صعبة او يعني اعتقدها تبقى معضلة بالنسبة ليه كولر فيه مين هيشترك النجم وحارس مرمى الاهلي ومنتخب مصر في الفترة اللي فاتت واللي اتعرض لاصابة قوية مع منتخب مصر هيعود هيعمل ايه يعود ويلعب ولا نكمل الفرصة اللي موجودة لشوبير واللي الحقيقة هو مستغلها بشكل رائع دي برضو بترجع عليه الجاز الفني والكولر الصراحة يعني بشكل كبير ايه اللي هيعمله الله يكون فعونه الحقيقة لان الحقيقة يعني الكل حتى حتى وحنا بنتكلم على الزنفوري او حراسة المرمى في النادي القليل بشكل عام يعني عنده مجموعة هيلة الحقيقة بالنسبة ليه حراسة المرمى طيب ايه حقيقة النادي الاهلي كان بيفكر في عودة محمد شوكري حظه وحش جدا حظه وحش جدا حقيقة اللعب في الاصابة في الرباط الصريحة ممكن اصابته دي يعني ما بحبش اقولها بس هي مفيدة الواحد زي علي معلول لعيب في النادي الاهلي منع المنتظر التجديد ليه ومعلول طالب طلبات معينة وهذه الطلبات ممكن ادارة النادي شايفة ان يعني زيادة شوية زيادة شوية ليه لان معلول بالنسبة له السن بيكبر ولو النادي الاهلي جدد فهيجدد سنة بالاضافة الى امتيازات ممكن ان هو بعد ما يبطل كورة فيشتغل في النادي الاهلي بالاضافة الامتيازات ان هو بقاله فترة الحقيقة في النادي الاهلي وحب الجمهير موجود ليه فصار بتحقيقة محمد شوكري زودت يعني الاسهم بالنسبة ليه معلول بشكل كبير كان ممكن ادارة النادي الاهلي تبقى ايه ما هو انت برضو ايه وانت بتتفاوض مع العيب عندك بتبص مين اللي عندك حتى يعني مين اللي عندك تقدر تسند عليه لو اللعيب ده التفاوض ما مشيش معاه مثلا العيب انت هترجعه محمد شوكري بيلعب فيه نادي اخر على سبيل الاعار هترجعه في حالة ان معلول مثلا الامور ما مشيتش معاه فهدلوقتي العيد ده وقع منا ليبقى ما فاضلش غير مين معلول ان كان طبعا كابتا محمد الخطيب توصل الاتفاق مع معلول ان الحالة المادية او الجزء المالي هينزل شوية في التعاقد بتاعه من مليون وخمسمائة الف دولار لمليون ومتين الف دولار يفضل المليون ومتين الف دولار وهو ده العقد بتاع معلول اصل ويفضل الشكل التعاقدي بنفس القيمة المالية اللي كان موجود فيه على سبيل بقى ان بقى الانتهاء من كرة القدم يبقى متواجد مع النادي الاهلي وتقديرا من معلول للنادي الاهلي وجمهيره وتقديرا من النادي الاهلي لمعلول ان يفضله حبايب ومعلول لو هقضي سنة ثم سنة اخرى في حال التجديد يبقى موجود بالشكل التعاقدي ده في النادي الاهلي لكن طبعا منقول المصائب قوم عند قوم فوائدهم فكرة اصابة محمد شقري اكيد طبعا فادت كثير جدا يعني المفاوضات اللي معلول الحياة امام النادي الاهلي ده من وجهة نظر انا الشخصية يعني يعني عشان محدش يقول ان ده يعني لأ وجهة نظر شخصية فقط ترجمة نانسي قنقر